اشتركوا في القناة في رمضان مثل عصائر المختلفة والمياه الغازية بعد الافطار يؤثر بشدة على المعدة ويقلل كفاءة الهضم ويسبب بعض الاضطرابات الهضمية صيام مقبولا وافطار شهيا مع تحيات وزارة الصحة السلام عليكم لتفادي حرقة المعدة فانه على الصائم تناول افطاره باعتدال وتجنب الاطعمة المقلية والحارة ويبقى الرأس مرتفع اثناء النوم وايضا استشارة الطبيب لان المعدة بيت الداء والدواء صيام مقبولا وافطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة السلام عليكم السمنة والسكري عوامل خطيرة على صحتك لكن برهنة الدراسات ان انقص كيلوغرام واحد من وزنك يقلل من مخاطر السكري بنسبة 16% قرار صحتك بديك صيام مقبولا وافطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة السلام عليكم تجنب النوم مباشرة بعد تناول وجبة الافطار لتفادي ضيق النفس عسر الهضم والاضطرابات المعاوية التي تؤدي الى تسارع ضربات القلب والشخير اثناء النوم صيام مقبولا وافطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة السلام عليكم ينبغي على الحامل استشارة الطبيب خلال الصيام وينبغي عليها عدم تناول كمية كبيرة من الطعام عند الافطار وتوزيع طعام الافطار الى وجبتين الاولى عند الافطار والثانية بعد اربع ساعات كما ننصح بتأخير وجبة السحور صيام مقبولا وافطارا شهيا مع تحيات وزارة الصحة